رحيب ومعي بالكاتب الصحف الكبير الأستاذ أكرم الأصاص مساء خير أكرم بيه مساء مور أهلا وسهلا إزاي حركة إن شاء الله أكون بخير الحمد لله أستاذ أكرم النهاردة عندنا يعني محورين نتكلم فيه محمر الأول وهي اللحظة الفارقة اللي أعلن فيها السيد الرئيس عبد فتاح السيسي في ختام المؤتمر عزم الترشح لفترة رئاسية جديدة مقدما نفسه للمصريين كأحد المرشحين ومستعرضا الفترة الماضية بكل ما فيها يعني تقييمك السياسي والإعلامي لهذه اللحظة ومغزى إعلان الرئيس الترشح من جديد يعني خلينا أقول لك أن أنا حضرت الـ 72 ساعة اللي أنت بتتكلم عليهم ولسه راجع في الطريق وأعتقد أنه كلام اللي أنت قلته كلام مهم جدا من شوية اللي هو دي وثيقة ومهمة أعتقد أنها مش بس يعني طبعا المؤتمر المصري أنا شخصيا برغم وجود سوشيال ميديا ووجود أحيانا طاقات سلبية أو تدخلات أو اقتطاعات أو غيره لكن الشعب المصري بعمومه دائما بيبحث عن المستقبل وهو اللي صمت خلال السنوات البادت واللي تحمل ممكن يبقى متدائم من حاجات بعلام من حاجات لكن في النهاية بيحسم اختياره فالوثيقة دي مش بس للمصريين كمان ليه اللي عاوز يماري السياسة في الفترة الجاية ويطرح نفسه للعمل العام وده اللي دعا إليه الرئيس عبد فتاح السيسي أثناء إعلانه إنه استجابته ليه الشعب والناس كتيرة وللطيارات والأحزاب وغيره إنه يرشح نفسه لفترة قادمة وقال إنه على الجمهور إنه ينزل وبالعكس وكه التحية ليه كل المرشحين المنافسين اللي نزلين وقال يا ريك الشعب المصري كله ينزل ويختار اللي هو عايزه في شفافية كامل ودي اتجاه يمكن حتى في حكاية وطن كان بعض الناس يتفاجئوا بإنه الموضوع مش موضوع انتخاب يعني الحقيقة رئيس اتكلم بصراحة كبيرة جدا ما فيش حد بينزل الانتخابات ويبقى حريص على السياسة فيتكلم ويقول نحن لازم نتعب تاني ونشتغل وبحث علمي وتعليم وصحة ونبني مصانع تاني ونعمل فرص عمل ثانية ونعمل استصبار الطبيعي في البلاد الاخرى من الفترة دي تبقى فترة وعود انتخابية وبراقة نقول يا جماعة لا انا دنيا تبقى ويسا حتى الحقيقة ما وجهه للوزراء بيكشف قد ايه يكتشافه للارقام وزير التموين بيقول له الرقابة وزير التموين يرد يعني فيها جزء انا بقول اللي بيطرح نفسه للعمل السياسي في مصر او يرشح نفسه او غيره عليه ام يقرأ هذا الامر ويقول انا اقدر اعمل ده ولا ما اقدرش وفي نفس الوقت ايه اللي صحب ده اللي حد دون التقليل من قيمة هذا الامر اللي بعض الناس يقولك اوه حصل ايه لا حصل كتير وبعدين الشعب المصري اللي عمل ده ده في ايهانة للشعب المصري انه حد يتكلم ان انت ما عملتش اه اه واربعين مدينة من الجيل الرابع ما عملتش طرق واختارات ومواني بتفتخر بها عندك عاصمة ادارية عندك العامل اللي كانت الغام وانت حولتها المدينة العاصمة الادارية اللي احنا كل ما نروح نكتشف فيها حاجة جديدة ودي مش حاجة هياخدها الرئيس او هياخدها دي للدولة مقارات الحكومة وبعدين عقلية جديدة بقى في الادارة والرئيس يمكن عشر لده وقال مش عايزين ننقل افراد لا احنا بننقل اسلوب ادارة انه البيروقراطية بقى والتأخر الفكرة او اللي بتجد اه الفكرة جديدة دي بدي عاصمة المحليات والبيروقراطية وطول الوقت الرئيس يتكلم في فكرة انه عاوزين كل الدولة بسرعة واحدة وان احنا مستعجلين وغير فده انا رأي انه وثيقة للناس تقراها للجدين واللي عاوزين يعرفوا بجد حتى لو انا عايز اعارض هذه الرؤية انا محتاج ابز المفهود كبير جدا عشان اقول ايه الصحة وايه الغلط وان كان اي حد بيمشي في طرق وكان شايف انه القاهرة مخنوة او عشرين عشرين كان هتوها بتقارير دولية واللي كان شايف الفيروس سي بيأكل اكباد المصرين اتنشر في المية تقريبا حسب ما علانه وزير الصحة اتنشره اكتر شوية وكان الناس بتموت النهاردة مصر قريبا تعلن خالية ما اول دولة في العالم اكتر من دول متقدمة الحقيقة بدأت معنا برضو في مواجهة الفيروس سي او الكابد في مليون مليون صحة المبادرات وممرات التنمية اللي كانت مطالب للدكتور الباز والعلماء وقالوا ان احنا نعمل ممرات تنمية زي برا في ارض 95% منها صحرا ممرات التنمية دي هتعمل مجتمعات عمرانية حواليها العشوائيات اللي اتنقلت يعني اظن انه اي حد مش محتاج الانتخابات او السياسة مش لتس فيه ولا افهات لا دي حد بيذاكر ويقوله وبعدين الرئيس قال ايه الحوار الوطني تنوع السياسي عاوز توسع عاوز مشاركة دي مرحلة في رأيي مرحلة جديدة يمكن ان تقوم على تفاصيل كثيرة يمكن الرئيس ما بيمسكش ورقة وبيكلم كلام سياسي وعشان كده بعض الناس بيمسكوا في جملة هنا او غيره هو بيقصد ما يقوله او بيرسل رسائل او بيحذر اهم حاجة بيقوله ان احنا نحفظ على البلد وبعد كده مش مهم الافراد مهم وبعدين ثمن اللي دفعوا الشهداء ثم وجد الارهاب اللي فكت دوات ده ثمن كبير جدا ده غير الثمن المادي اللي هو كان 90 مليار جنيه ده رقم كبير يعني مصبوط استاذ اكرم نقطة كمان طرح السيد الرئيس والحقيقة انا متضامن فيها جدا واعتقد ان كلنا لازم نشتغل عليها الفترة اللي جاية وهي فكرة كثافة اكمال المصريين على الانتخابات القادمة ايا كان المرشح اللي انت نازل تنتخبه لانه هو ده الامتحان الحقيقي لوعينا السياسي ونجحنا في الممارسة الديمقراطية اللي عاشناها وشفناها وتحديات كتير جدا خلال عشر سنين واكتر بالضبط يعني انا اعتقد انه في عدد من المرشحين الجدين ويمكن نوجه لهم الرئيس الشكر اللي هم انهوا اوراقهم والناس تعودت ان تقول لا انا مش هروح لا امش هنزل فيه ناس قولتها تقاطع واظن ان المواضع انتجت في البداية المشكلة الكبيرة اللي حاولنا الشعب خرج يحلها في 30 يونيو صحيح انه ناس اه غير مهالين يركبوا على الوضع احنا عاوزين تنوه حقيقي ومش ده مش بس انتخابات رئاسة يعني يمكن في انتخابات مجلس نواف في انتخابات محليات تحوار الوطن عمل كهدي كبير جدا في رائي يمكن بعض الناس تابعته اه وتوصيات تم الاستجابة لها كمان العلم والبحث العلمي والتعليم الاساسي والعادي يقدر يكون مشروع الرئيسي اللي الرئيس اشار اليه في يوم تفوق الجامعات وقال انه لازم يبقى عندنا استعداد لبناء البشر اللي هم يقدروا يحفظوا على البنية الاساسية وغيره اللي موجودة ويزودوها صحيح وان هي مشكلات نواجهها احنا عندنا النهاردة طاقة شمسية وعندنا تخصصات جديدة محتاجين لها ناس كباب يشتغلوا وياخدوا فرص عمل ودخل محترم في مقابل ان احنا نرخص هذه الادوات ونبدأ نشتغل مثلا طاقة شمسية او ذكا اصطناعي او تكنولوجيا او سيارات يعني اعتقد انه بتعمل ابتكار ده والمسابقات اللي بتتعمل كمان لاول مرة المبتكرين ده برضو جزء مهم اعتقد انه المرحلة جاية زي ما انت بتقول كده المشاركة على فكرة بتكشف وبتوضح درجة الوعي ودرجة الكلام والموضوع مش بالكلام ان انا افضل برة او ابتأ طول الوقت اتشك او اعمل طاقة سلبية او غيره احنا واجهنا مشكلات كبيرة جدا لرهاب تفكك دول ازمت لك صديقة طح دول ومع ذلك احنا قادرين ان شاء الله ما بنقولش ان الدنيا يعني عظيمة بالعكس الرئيس بقولها نتعب وده واحد ياخد الانتخابات يقولها نتعب ونشتغل او ممكن واحد تاني يقول لا 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 ده انا هحل المسائل كده بصابع رجلي وهعمل كذا كذا والعصص حرية وكل المشاكل اظم ده الناس جربته وشافته مش بس عندنا فتا تانية يعني نعم فالناس تقرى الملف ده كويس وتتعامل معاه واللي عاوزين يتصدوا وبعد كده يختاروا اللي هم عايزين لا والانتخابات اللي جاية كمان هتبقى مراقبة من كل دول العالم لمدى وعينا ومدى تقدمنا في المسيرة الديمقراطية وان احنا نستحق الديمقراطية اللي احنا اكتسبناها في السنوات الاخيرة بالضبط استاذ اكرم انا بشكرك شكرا جزيلا والفترة اللي جاية ان شاء الله تشهد باذن الله حراك سياسي كله يصب في مصلحة تأسيس الجمهورية الجديدة المحترمة الحديثة اللي احنا كلنا بنحلم بها شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم الاصاص